السجاد الأحمر في الكريملين بدى وكأنه أقصر بكثير مقارنة بطول سنوات العلاقات الروسية الجزائرية خطوات بين بوتين وتبون قربت البلدين من اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة على الرغم من الوضع الجيوسياسي الحالي تسعى الجزائر دائما للتقارب مع روسيا تصريح استهل به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مباحثاته مع نظره الروسي تصريح يحمل الكثير من الرسائل التي تعكس واقع ومستقبل علاقات البلدين علاقات لم تتغير ما يفوت ستين سنة من علاقات والجزائر وفية أكبر وفاء إلى هذه العلاقة وهذه الصدق اليوم فيه أوضاع وضغوطات ربما دولية ولكن هذه ما تأثرش لا تؤثر على صداقة الموجودة بيننا بوتين وصف قمته مع تبون في موسكو بالمثمرة للغاية خاصة وأنها تمخذت على توقيع مجموعة واسعة من الوثائق التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الجزائر تحمل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا وذات طبيعة استراتيجية اعتماد الإعلان المشترك سيكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطورا في العلاقات الثنائية بين البلدين القمة الروسية الجزائرية في الكرملن لم تقتصر فقط على التعاون الثنائي بين البلدين بل كشفت توافق في الرؤى في ملفات دولية خاصة ما تعلق بدعم العمل الدبلوماسي للكثير من الأزمات التي يعيشها العالم بما فيها الأزمة الأوكرانية التي عرضت فيها الجزائر وساطتها قمة تبون وبوتين في موسكو أثمرت على توقيع الشراكة الاستراتيجية العميقة بين البلدين ما سيسهم في تطوير العلاقات الثنائية ومواصلة التعاون في المحافل الدولية يوسف بيقار الغد موسكو